أهلا وسهلا فيكم جميعا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا وصفتنا اليوم راح تكون لمحبين البادنجان رولات البادنجان بالكفتة بداية راح أحضر خليط لتتبيل الكفتة بمحضرة الطعام الفود بروسسر راح أضيف حبة بصل أبيض عليهم نصف كوب من أوراق البقدونس بالإضافة لواحد فاستوم ورح أطحنهم مع بعضهم بشكل ناعم وبهيك خليط الخضار صار عندي جاهز خلينا أفرجيكم القوام يلي أنا بدي إياه قدر الإمكان أحصل علي ناعم بهالشكل وبهيك صار جاهز مباشرة للاستخدام بالإضافة عندي 500 جرام من اللحم المفروم ناعم راح أنزل عليهم بخليط الخضار يلي طحنا مع بعضنا بهالشكل بالإضافة لنصف ملعقة صغيرة من الملح ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود راح أخلطهم مع بعضهم بواسطة إيدي حتى يتجانسوا مع بعضهم ويختلطوا في حال حبيتوا تضيفوا أي بغارات ممكن تضيفوا مثل الهيل أو القرفة الناعمة برضو أو الكزبرة لتسهيل عملية تشكيل الكفتة أصابع راح أبل طرف إيدي بالمي أعطيها مسحة خفيفة على إيدي وأخذ جزء بسيط من اللحم شكله أصابع الكفتة حسب سماكة أو عرض عندكم حبات الباذنجان وبهيك أنا راح أشكلهم أصابع حتى نفاذ الكمية وبهيك بعد ما شكلت كامل كمية اللحم عندي صاروا جاهزين لا تحضير صص الشوي ببولا راح أنزل بربع كوب من معجون الطماطم بالإضافة لتنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون اتنين ملعقة كبيرة من دبس الرمان هالإضافة هو أختياري ولكن بتضيف نكهة جدا طيبة وبنصحكم باستخدامه أيضا عندي اتنين فستوم مهروس واحد ملعقة صغيرة من الملح ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود اتنين كوب من الماء بدرجة حرارة المطبخ أعطيهم تقليبة سريعة مع بعضهم وهيك الصوص صار عندي جاهز والمكون الأساسي بهذه الوصفة هو الباذنجان أنا بحجر هذه الوصفة لثلاث حبات بحجم المطاول مباشرة على بورد التقطيع بواسط سكين حاد راح أخطحهم بشكل شرائح بهالشكل يكون عندي سمك تقريبا نصف سانتي يكون مناسب بس لنية مبطنة ورق زبدة راح أنزل بشرائح الباذنجان بهالشكل وبواسطة فرشات مطبخ في عندي اتنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون راح أوزع على شرائح الباذنجان بهالشكل ممكن تستبدلوه بزيت النباتي ما في أي مشكلة برضو راح أغلفهم من الجهة الثانية بزيت الزيتون غط مصحة خفيفة حتى ياخدوا معي لمعة بفرن محمى مسبقا رف أوسط شوائي من الأعلى لمدة عشر دقائق لكل جهة بكسر المحمى مسبقا على نار قوية راح أضيف واحد ملعقة كبيرة من زيت النباتي في عندي واحد كوب رز حبة طويلة منقوع مخصول مسبقا في عندي نصف ملعقة صغيرة من الملح أعطيهم تقليبة سريعة حتى أشوح معي الرز وأغلفهم جميع الجهات بالزيت في عندي واحد ونصف كوب ماء مغلي راح أترك الرز يغلى عندي على نار قوية حتى تتبخر مستوى الماء على مستوى الأرز بالضبط وبهيك راح أهدي النار على أقل درجة حرارة عندي مع وضع الغطاء وراح أتركه يطبخ عندي لمدة ما بين الخمسة عشرين دقيقة حتى يستوي عندي تماما تتفتح حبات الرز وبهيك بعد ما استوى معي الرز هاي الثقوب هي العلامات الأولية لنجاح طبخ الرز خلينا نعطيه تقليبة سريعة بمقلة محمية مسبقا على نار قوية راح أضيف واحد ملعقة كبيرة من زيت النباتي مباشرة راح أنزل بأصابع الكفتة يلي شكلناها مع بعضنا أيضا عندي اللحم لازم يستوي ثلاثة ربع السوا بهالمرحلة أعطيهم تقليبة سريعة على نار قوية منشان أحتفظ قدر الإمكان بالسوائل وبهيك بعد ما أنا قلبتهم أخدوا معي من الجهتين وبهيك شرائح الباذنجان بعد ما طلعت معي من الفرن وأخدت لون من الجهتين مباشرة راح أنزل بحبة كفتة الأصابع بهالشكل وألفها بشكل رول وبهيك صاروا جاهزين عندي رولات الباذنجان بالكفتة ببايريكس بيدخل للفرن راح أرس عندي رولات الباذنجان بهالشكل بهالمرحلة لو بتحب تضيفه شرائح من البندورة بيصير ومباشرة راح أسكب السوص يلا حضرناه مع بعضنا سوص البندورة راح أضيفه عليه كامل راح أدخله لفرن محمى مسبقا رف أوصد درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة جوب هيك طبقي صار جاهز للتقديم بعد ما طلع معي من الفرن خلينا نجرب طبقنا مع بعضنا شوفوا معايها الرلات نزود من الصلصة عليها طبق ولا أربع من هيك رلات الباذنجان بالكفتة بتمنى يعجبكم وبألف عافية ترجمة نانسي قنقر